وصلت قوات انفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعنصر من قوات الصعيقة والقوات الجوية والبحرية اعمال التمشيط والمداهمة لاماكن الاوكار الارهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد وقد اسفرت نتائج العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل 16 فردا من العناصر الارهابية الخطرة نتيجة للمداهمات وضربات القوات الجوية وعناصر المدفعية كذا تفكيك ونسف 24 عبوة ناسفة على الطرق ومحاول التحرك كانت معدة لاستهداف القوات بالاضافة الى تدمير وحرق 19 منزلا و16 عشة تستخدمها العناصر الاجرامية كقاعدة لانطلاق عملياتها الارهابية كذا تدمير عربتين الاندكروزر مجهزتين بقواعد للرشاش النصف بوصة واربع درجات نارية خاصة بتلك العناصر كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر الاجرامية في الاختباء وتخزين الاسلحة والذخائر والتي نتج عنها انفجارات ضخمة واكتشاف وتدمير مخزن تحت الارض يضم عددا من الاجولة التي تحتوي على كميات من الاحتياجات الادارية والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة هذا وتواصل قوات الجيش الثاني الميداني احكام السيطرة الامنية بشمال سيناء بانشاء العديد من الاكمنة والارتكازات الامنية في اطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد